واجتماع ايضا مهم خاص بالطاقة وقبل ما ادخل في التفاصيل والحوافز والقطاع الخاص والمشروعات هدخل على طول في ما يتعلق به من يتم ضبطه بسرقة التهار الكهربائي ايه الاجراءات؟ ايه العقوبات؟ ايه التوجه في هذا الامر؟ موجهة سرقات الكهرباء؟ اه خلال اجتماع اليوم لمناشة اجتماع المجلس علي للطاقة لمناشة استراتيجية استراتيجية الطاقة المتكملة والمستدامة حتى عام الفين واربعين اه يعني طبعا اه خلال الاجتماع يعني تم مناشة الاوضاع استراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة بصفة عامة لكن النقطة اللي حضرتك بتأكد عليها طبعا اللي هي مرتبطة بسرقات الطاقة طبعا ده كان أحد التكلفات أحد التكلفات اللي وجهها السيد رئيس مجلس الوزراء للسادة المحافظين في اجتماع الأمس خلال الاجتماع مع السادة المحافظين السيد رئيس مجلس الوزراء كان لديها العديد من التكلفات وكان أحد هذه التكلفات هو العمل على منع وضبط سرقات الكهرباء ويوجه سيادته بأنه في حالة ضبط أي سرقات للطيار الكهربائي من الضروري أنه بخلاف ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية وعمل محضر سرقة وخلافه لابد من إيقاف الدعم للشخص الذي يقوم بالسرقة الكهرباء وبالتالي على سبيل المثال إذا كان الشخص بيحصل على دعم مثلا تمويني سيتم وقف هذا الدعم نظير قيامه بسرقة الكهرباء والسبب في هذا الأمر هو أنه السرقات الكهرباء أولا هي بتستنزف موارد الدولة بتستنزف الشبكة القومية للكهرباء وده بيأثر على كل المواطنين بالسلب لأنه بينتهي إلى أنه ارتفاع في استهلاك الكهرباء مع استنزاف موارد وبالتالي يضعف من قدرة الدولة على توفير الكهرباء بصورة جيدة وبصورة فاعلة لكل المواطنين ولهذا فوجه سيادته بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ووقف الدعم لمن يقوم بسرقة الكهرباء دعم التموين الدعم بصفة عامة دعم بصفة عامة بصفة عامة لو في تموين ولا تكافل كرامة ولا في أسمدة ولا أي شيء بالضبط يا فندم وأنا أحب أفكر حداك أنه هذا الأمر هو هذا الإجراء يعني ليس جديدا الإجراء ده سبق اتخاذه على سبيل المثال ببناء في الأرض الزراعية بالضبط من يقوم بالبناء على الأرض الزراعية بصورة مخالفة فبالتالي يعني الدولة حريصة كل الحرص على وقف سرقات الكهرباء لأنه هذا الأمر يعني كما شاهدناه الدولة بتسعى لتوفير الكهرباء وتوفير الوقود لقطاع الكهرباء من خلال توفير أموال طائلة وبالتالي المشاركة في سرقة الكهرباء يعني هذا الأمر يعني في غاية الخطورة وبيستنزف أموال الدولة المهندس محمود عصم وتوزير الكهرباء النهاردة شرح الخطة لحد عام 40 ولكن كان بيتكلم على حوافز خاصة به المشروعات المتعلقة بالاستثمارات في الطاقة المتجددة ماذا عن هذا الأمر والمحافزات تحديدا أو الحوافز للدولة النهاردة بتتكلم عليها هو طبعا الحوافز اللي الدولة بتتكلم عليها هي هدفها هو تحفيز القطاع الخاص لاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة نعم وبالتالي الدولة بتسعى لي على سبيل المثال توفير قدر كبير من الحوافز منها على سبيل المثال تخصيص أراضي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة المشروعات توفيرها للقطاع الخاص لإقامة تلك المشروعات أيضا نحن نتحدث عن تقديم ضمانة حكومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة المشترى من المستثمرين أيضا هناك دراسات بيئية الهيئة بتقوم هيئة الطاقة الجديدة المتجددة بتقوم بعداد دراسة تقييم الأثر البيئي الخاص بدراسة هجرة الطيور يعني كما تعلم حداك أنه في عملية الاعتماد على الرياح لتوليد الطاقة بيبقى جزء منها ضروري دراسة الأثر البيئي والمرتبط بهجرة الطيور فبالتالي الهيئة بتقوم بتلك الدراسات لتوفيرها للمستثمرين أيضا هناك اتفاقيات لشراء الطاقة طويلة الأجل ممكن يتم توقيعها مع المستثمرين لكم سنة دي تقريبا بتصل إلى 25 سنة تصل إلى 25 سنة أيضا الإجراءات من ضمن الإجراءات المحفزة منح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويا هناك أيضا توجه لتخفيض لا بتديله الأرض مجانة ومقابل ندوني 2% من إنتاج الكهرباء المنتجة سنويا طبعا فيه أيضا طبعا فيه أيضا كمان ممكن تخفيض الجمارك على المكونات وقطع غيار النظم بتاعة الطاقة المتجددة اللي بيتم تخفيضها لـ 2% بدل 5% معالي وزير أيضا أوضح أنه ممكن أيضا بيتم تخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدل من 14% فإذا هناك العديد والعديد من الحوافظ اللي ممكن الدولة أن هي تمنحها من اللي ممكن أنها تمنحها للمستثمرين وهذا الأمر بيهدف لي زيادة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن إجمالي الطاقة المولدة طبعا هنا ترخيص بياخدها من مجلس الوزراء رخصة الزهبية ولا بياخدها من وزارة الكهرباء من أنهي جهة اللي هو المستثمر نهاردة يتعامل مع مين يعني إذا توفر طبعا إذا توفر في المشروع الشروط اللازمة لمنح الرخصة الزهبية بيتم منحها من مجلس الوزراء طبعا ولكن أنا يعني بنتمن حضرتك أنه مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بتحتل أولوية لدى الدولة وبالتالي حتى لو كان المستثمر بيحصل على الرخصة من خلال الإجراءات التقليدية فهناك تواجه لدى الدولة لتيسير تلك الإجراءات وتسريعها وهناك يعني بطمن حضرتك أنه في تعاون كامل ما بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع وزارة الكهرباء ومن أجل يعني دعم المستثمرين وجذب المستثمرين لهذا القطاع هل جرى الحديث اليوم حوالين إحنا خلاص داخلين على شهر سبتمبر وبالتالي الإجراءات اللي كانت ما قبل الصيف هترجع تاني هل جرى الحديث ولا ممكن يكون هناك أخبار إيجابية أحسن للناس وأنه الأمور هتمشي هل تم هذا الأمر؟ في هذا الاجتماع لم يتم منخشة هذا الأمر بحديدا ولكن يعني أنا بطمن حباك أنه سيد رئيس مجلس الوزراء يعني لديه اهتمام وأولوية قصوى لموضوع الكهرباء وإن شاء الله يعني بعد انتهاء فصل الصيف إن شاء الله سنعمل قدر المستطاع على تجنب العودة لقطع الكهرباء يعني إن شاء الله خيرا في هذا الأمر لم يناقش اليوم ولكن إن شاء الله يعني سنشهد تطورات إيجابية فيه مشكرك شكرا جزيلا مشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء عايز حكوا بس تركزوا معايا شوية صغيرة صغيرة قوي فريق كامل وزير كان عامل